لكل شخص تعرف الخاص للنجاح وسيتبع كل واحد منا طريقا مختلفا في الحياة لنوصول إليه والشيء الجيد هو أن كثيرين سلكوا هذا الطريق قبلنا مما دفعنا كلنا إلى التساؤل هل وصل جميع الناجحون إلى القمة من خلال النجاح واحدة أم أنه الفشل على طول الطريق الذي حفزهم على التفوق في المنجال الذي اختاره الجواب بسيط لأنه حقيقة معروفة وهي أن الفشل هو جزء لا يتجزع من النجاح وهناك جانبان للفشل مجموعة تعتبر أن الفشل مجرد حجر في طريق النجاح والتعلم من الأخطاء والمضي قدوما بقوة لتحقيق الهدف ومجموعة أخرى تنظر في الأمر بأنه انتكاس وتخاف منه وآبذا لا تحاول التغيير وتعتبر نفسها فاشلة في الحياة إن أسرع وسيلة نحو النجاح هو التعلم من الفشل وليس تحليل ما حدث من خطأ أو الندم على المبادرة التي اتخذتها لكي تنجح يجب أن تكون لديك الرغبة في النجاح أكبر من خوفك من الفشل سنقدم لكم مجموعة من النصائح التي قدمها من أكثر الأشخاص تأثيراً في العالم أولاً كن واثقاً في نفسك دع نجاحات الآخرين تثير الإلهام في نفسك ولا تذاها تثير الضعر فيها دائماً جون عندما تبدأ مسيرة نجاحك سيكون هناك الكثير من الأشخاص الأكثر نجاحاً منك ومع ذلك لا تسمح لنجاح شخص آخر أن يفقدك ثقتك بنفسك وبدل من النظر لنجاحات الآخرين أنها صعبة المنال لستخدمها كمصدر إلهام وهذا تسعى لتحقيقه ثانياً تحدى نفسك أدي المهمة التي تعتقد بأنك لا تستطيع أداءها وعندما تفشل حاول مجدداً أوبرا وينفري قد يبدو أن أوبرا تمتلك أناملاً سحرية تحول كل شيء تمسه إلى ذهب ولكن إذا سألتها عن إخفاقاتها سيكون في إمكانها سرد كثير من الأمثلة وبالنسبة لها لم ترسم الإخفاقات سوى ملامح شخصية عملاقة ثالثاً ابقى مثابراً المثابرة أهمة جداً يجب أن لا تستسلم إلا إذا وجبرت على الاستسلام إيلون ماسك مهما كان تهدافك سيكون ثمة انتقادات وعقبات لكن أولئك الذين يمتلكون روح الإسرار ولا يرضعهم الفشل سيكون لديهم فرص أكبر لتحقيق النجاح في نهاية المطاف رابعاً اعلم أن النجاح لا يأتي بسهولة يشهد التقدم حالة مدن وجزر باراك أوباما واقتباس الرئيس الأمريكي السابق هو تأكيد أن التقدم يتطلب عملاً شاقاً إذ يصبق كل إنجاز هام عشرة الإخفاقات قد يكون طريق نجاحك مليئاً بالتحديات والعقبات ولكن عند إيمانك بنفسك يمكنك إحراز تقدم نحو النجاح خامساً تحذب الجرأة كل أحلامنا يمكن أن تتحقق إذا كانت لداني الشجاعة للسعيلة تحقيقها وورد ديزني يمكن أن نجد العديد من السماس المشاركة في أنجح رواد الأعمال والقاد عبر التاريخ وواحدة من تلك السماس من الجرأة فالناجحون جرئون وواثقون من أنفسهم هذا لا يعني أنهم لا يعيشون لحظات من الارتياق ولكن لديهم ثقة سليمة بأنفسهم بحيث يمكنهم التكيف والمواجهة والتغلب على التحديات التي تلقيها الحياة في طريقهم سادساً حدد ما تريد تعاقب الحياة أصحاب الرغبة الغامضة وتكافئ أصحاب المطالب المحددة أنت المسؤول الوحيد عن تعتدي تركيزك وتحديد ما تريده في الحياة وبمجرد أن تحدده إسعى جاهدة لتحقيقه وإذا كنت تريد تولي المزيد من المسؤوليات في العمل فاطلب ذلك وإذا كنت تريد بدء مشروعك الخاص فاتخذ الخطوات اللازمة لتحقيقه سابعاً كن شغوفاً سواء وجدت عملك أما زلت تبحث عنه يجوان يكون الشغف هو الوقود الذي يحرك عربة العمل ربما تكون هذه النصحة الأشهر ولكنها واحدة من أهم النصائح للنجاح إذا لم تكن متحمساً لعملك فمن الصعب أن تمنحه كامل فاقتك قد تلتزم به لفترة من الوقت ولكن على الأمد الطويل لن تكون هناك فرصة للنجاح فإذا لم يكن هناك شغل وراء ما تفعله فإن النجاح الذي تحققه جهودك سيكون محدوداً مع محاولت ثامناً اتبع سلوكاً إيجابياً لم أركز أبداً على السلبيات دائماً ما أنظر إلى الإيجابيات سونيا التفكير الإيجابي لديه القدرة على تغيير حياتك بكل طرق الممكنة وهو يؤثر في كل شيء بدءاً من كيفية رؤيتك لنفسك إلى كيفية تفاعلك مع من تقابلهم ويمكن أن يؤثر أيضاً بفرصك في النجاح وسحتك العامة تاتعاً ساعد للأخرين لا يوجد تعريف لنجاح في الحياة لا يتضمن خدمات الأخرين لذا ينهض ويبحث عن شيء تفعله جورج بوش إذا نظرت إلى الأشخاص الأكثر نجاحاً في العالم ستجد أنهم جميعاً يخدمون الآخرين بطريقة ما سواء كان ذلك من خلال الإرشاد أم خلق فرص العمل أم إجراء تغيير إيجابي فهم مقتنعون أنه كلما زادت خدماتهم حصلوا على المزيد من النجاح عاشراً اتخذ قرارات مناسبة والذكية أنت تكتب تاريخك بيديك فاتخذ إذن القرارات الصحيحة غيري فينرتوك آخر نصيحة لا أحد يمكن أن يتخذ القرارات الصحيحة عوضاً عنك ويتلخص اتخاذ هذه القرارات الحكيمة في إذراك أهدافك وكيف يمكن أن تقربك من تحقيق تلك الأهداف نصيحة يا صديق لا تقول قد فشلت قل لم أنجح بعد واصل والصمر وإن قالوا لك لا تستطيع فقل لهم سأحاول وإن قالوا صعب ومستحي فقل لهم سأجرب وإن قالوا جربت وفشلت فقل لهم طالما أنني استطيع تكرار وسأكرر حتى أنجح